إن شاء الله خلينا نذهب غدا في مباراة مهمة أيضا على أستاذ القاهرة ونشوف التأمين والجمهور وإحنا مهتمين جدا بسعة الأستاذ كلها معنا العميد محمود العاضي مدير العمليات بالشركة الإفريقية للتأمين والحراسة والمسؤولة عن تأمين المباريات في مصر سيد العميد مساء الخير مباراة الأفريقية في مصر كلمنا عن غدا وداخل أستاذ القاهرة إحنا ساعة لما بنقول ساعة الأستاذ مسموح لكم يعني كم حيكونوا موجودين من الجماهير سيد العميد أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين إن شاء الله بكرة إحنا معنا مع مباراة كبيرة عرص قروي نهائي الكونفدرالية الأفريقية بين النادي الزمالك ونادي نهضة بركان المجربي إن شاء الله المباراة ستقام في تمام السامنة مساء على السادة القاهرة الدولي بحضور جماهيري يقارب بالتلاتة وخمسين ألف مشجع بس ده مش ساعة الأستاذ لأنه الأستاذ القاهرة أعتقد سبعة وستين خمسة وستين في هذا التقييم تقريبا هو يعني الأعداد المسموح لها بالحضور دي طبعا تبقى لنتيج الاجتماع الجهات الاختصاص اللي أقروا أنه دي الأعداد المسموح ليها بالحضور قرابة الثلاثة وخمسين قلت لي كم؟ قرابة الثلاثة وخمسين ألف مشجع قرابة الثلاثة وخمسين كام للمغرب ده باستثناء مدرج المغرب ولا متضمنا مدرج المغرب؟ لا متضمنا مدرج المغرب كامل الساعة الحضور الجماهير المغربية تدخل ازاي وجماهير الزمالكة تدخل ازاي تمام ان شاء الله خريطة دخول الجماهير بكرة باب آل رشدان ده الباب الغربي الاستاذ القاهرة الباب الرئيسي ده مخصص لجماهير المقصورة الرئيسية والدرجة الاولى سواء كانت الاولى يسار او الاولى يمين او الاولى العلوية جماهير نهضة بركان هيتواجده في مدرج الدرجة الاولى يمين وهيدخلوا من باب آل رشدان جمهير نادي الزمالك اللي حاجز تذكرة الاولى يسار او الاولى العلوية او المقصورة الرئيسية هيدخل برضو من باب الرجدان حضرتك الباب الرجدان ده مخصص لدخول برضو السيارات اللي هما هيتواجدوا ال VVIP او اللي موجودين في المقصورة الرئيسية من اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك ونهضة بركان والاتحاد الافريقي وضيوف الحضرين المباراة ده كده باب الرجدان نعم ننتقل لباب صلاح سالم الباب المطل على شارع صلاح سالم هيئة الاستعلامات ودار المدرعات الباب ده هيستقبل جمهير الدرجة الثالثة شمال والدرجة التانية الموحدة لحاجز تذكرة الدرجة الثالثة شمال او الدرجة التانية الموحدة هيدخل من خلال مصار او باب صلاح سالم الدرجة الثالثة شمال هيبقى المدرج بتاعه في مواجهة الباب صلاح سالم مباشرة بعد ما هينتهي التفتيش على الباب هيلاقي بوابات التيرن ستايل في المواجهة مباشرة جماهير الدرجة التانية بعد ما تدخل من باب صلاح سالم ليهم مصار داخلي داخل الإستاذ هيتوجه من خلاله إلى مدرج الدرجة التانية ده كده باب صلاح سالم هيتبقى عندنا باب طريق النصر اللي هو الباب المطل على ما بين نادي الظهور وما بين النصب التسكاري على طريق النصر وده مخصص لجماهير الدرجة التالتة يمين مدرج نادي الزمالك الدرجة التالتة يمين من خلال نصر هيتوجه مباشرة إلى المدرج المخصص لي هيتبقى عندنا السادة الصحفيين ومصورين وده مخصص لهم حوالي 250 صحفي من خلال كشفات معتمدة و100 مصور فوتوغرافي هيدخلوا من باب الفرسية وده باب مطل على الصور الخلفي لنادي الظهور تمام طيب التالتة يمين التالتة بقى جماهير التالتة هيدخلوا بعارف لهم الدخلة بتاعتهم والأدوات والشماريخ وكده ما هو المسموح وما هو غير المسموح تمام بالنسبة ليه المسموح والغير مسموح طبعا غير مسموح التواجد في محيط الستاد من غير الفام ايدي والتذكرة للمخصصة لدخول المباراة بعد كده طبعا الشعلات الحرارية اللي هي الشماريخ ممنوعة تماما تواجدها في محيط الستاد سواء داخليا او خارجيا اقلام الليزر اللي هي بتشوش على اللعيبة في ارض الملعب دي برضو ممنوعة تماما بالاضافة الى المعلبات الصلبة اللي هي مثلا الكانز او لو فيه عصائر محفوظة فيه بعبوات زوجاجية او مأكلات محفوظة فيه عبوات صلبة سواء كانت زوجاجية او معدنية دي برضو غير مسموح بدخولها لان دي القاقها على ارض الملعب يسبب الأذى للعيبة او حتى ممكن سقطها من يد مشجع تسبب أذى للمشجعين داخل المدرجة بكرا انت عارف الدنيا حر نار وتذكرتي قالوا انه الناس دخول الساعة 2 الدهر فهل ازايز الميا البلاستيك الميا المعدنية مسموح بيها ولا لا تمام حضرتك كل المشروبات مسموح بيها طلامة محفوظة داخل عبوات بلاستيكية خفيفة يعني الميا البلاستيك الميا الميا معدنية الميا معدنية عادية في زوجاجة بلاستيك كل بس الموضوع ان بيتم نزع الغطة من عليها لا لا ثواني غطى الميا ازاي حنشيله غطى الغطة الغطة الصغير لان الازازة وهي محفوظة بالميا بتاعتها دي تقلها يعني دي تقيلة لو تم القاها من المدرج ايوا ما هو هنخش في الميا هتتدلق لو شلنا انا فهمك بس هي الميا احنا واخدنا عشان نشربها هتشيل هتشيل الغطة بتاع الازازة الازازة هتتدلق واحنا دخلين وسط الزحمة الازازة دي اصلا بتخلص على ما المشجع بيروح المدرج بتكون الازازة خلصت وطبعا الاستاد في الكفتريات مجهزة فيه ميا طيب جوه الاستاد الدنيا حر بكرة يا سيادة العميدة نقل انا عن الناس لا حضرتك لا تقلاتي هاية الاستاد مجهزة الجزء الاداري الخاص بالكفتريات متاح كل المشروبات وطبعا برضو بيتم نزع الزجاجة أثناء شراها من الكفتريات لا لازم الازازة من غير دي اول مرة عارف موضو ده ازازة من غير غطى لا هو طبعا جماهير الكرة المعتدين حفظين معلش انا وبروحش حفظينها يعني هم حفظين الناس اللي بتيجي معتدين اي حاجة ممكن تكون في ايد المشجع يعني هي سقل في ايده القاءها يسبب أذى دي بتبقى من نوع طيب والسؤال تاني بس لو عصير في الشباب كلهم بيسألوا لا سهلة دي عصير في كارتون تمام اه تمام تمام ما فيش اي مشكلة العصائر اللي هي محفوظة فيه عضوات خفيفة اللي هي زي الكارتون ادوات بقى التشجيع التوبال بقى والمزامير والمعدة الشماريخ ادوات التشجيع بتبقى فيه جهات اختصاص منوطة بمراجعتها قبل دخول الجماهير برا وبيسمح ليهم بدخولها او عدم السماح بدخولها دي بعد مراجعة جهات الاختصاص الخاصة بالنقطة دي دي يعني ان شاء الله ما فيش فيها مشكلة زي كل مباراة في حاجات مسموح لها بالدخول بيدخل بيها الجماهير بنأكد برضو حضرتك على ان ممنوع اللفتات الموسيقى ممنوع اي شعارات او حاجات دعائية غير خاصة بالمباراة او اعلام غير اعلام جمهورية مصر العربية والنادي الزمالجة طبعا دي نفس القواعد اللي هتطبق فيه نهائي دوري ابطال افريقيا يوم السبت المخبل طبعا دي هي تعليمات بتبقى سبتة على جميع حضور المباريات الرسمية ان شاء الله برضو ستطبق في ممنوع النادي الالي وابطرج شكرا سيادة العميد محمود القاضي مدير العملات بالشركة الافريقية للتأمين والحراسة الشركة المسؤولة عن تأمين المباريات الافريقية اشتركوا في القناة